اعقد مجلس النواب جلسته الثالثة من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس برأسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زيلن رئيسة المجلس هذا وناقش المجلس الرسائل الواردة من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء مجلس النواب وعددها 70 مقترح برغبة وقد استعرض المجلس قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية لجان المجلس النوعية الدائمة التي اعتمدها مكتب المجلس في اجتماعه الثاني كما تم عرض قائمة بأسماء أصحاب السعادة النواب للجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بالإضافة إلى استعراض قائمة بأسماء أصحاب السعادة النواب لعضوية اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية لمملكة البحرين طبعا هناك ردود تشكر عليه الحكومة الموقعة لأنها أتت بأشياء إيجابية إذا بنتكلم عن أبرز هذه الاقتراحات لعلها اقتراح تأجيل أقصاد القروض اللي كانت بدون فوائد واللي كان توجيه مباشر من حضرة صاحب الجلالة يحفظ الله الآن طبعا ذكرت البنوك أنها تعرضت لخسائر ولكن هنا نقول طالما أن المواطن هناك ملتزم بالدافع فهناك طرق أفضل أنه ممكن أن نتخففون عليه في قضية تمديد دفع الأقصاد في المرات القادمة بطرق أخرى ممكن ميسرة تضمت جلسة اليوم في جدوى الأعمال اقتراحات برغبة تم إحالتها من الحكومة الموقرة وهي تقريبا سبعين مقترح برغبة هذه المقترحات برغبة تأتي كأحد الأدوات للمجلس النواب كما نص عليه الدستور هذه الرغبات تختلف من حيث الموضوع فكان منها تتناول الشأن الاقتصادي والأخرى اجتماعي وتجاري تم مناقشاتها هذه الرجود التي تمت إحالتها من حكومة الموقرة نعتبرها كمجلس النواب رجود إيجابية تحقق تطلعات المواطنين ونتمنى أن يستمر هذا التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة ترجمة نانسي قنقر